وناخد الدرس اللي قاله الرئيس في الإسماعيلية لما قال للحكومة الطريقة اللي انتوا هديتوا بيها الكافيهات ما كانتش صح لم ننقوا خدتوا الفلوس من الناس لتوفيق أوضاعهم وفي النهاية هم خسروا وإحنا خسرنا هذا الأمر واضح جدا في وثيقة يعني الحقيقة قدرنا ان احنا نوصل لها وثيقة خاصة لنا في كلام تاني بتحمل مضمون هذا الكلام وهي الوثيقة المقدمة من وزير ده خاص اللي هنا في كلام تاني هذه الوثيقة هي من سيد وزير الترمية المحلية إلى المحافظين وانا عايزة اخد رقم 6 و7 و8 في هذه الوثيقة لان دول في غاية الأمية شوفوا حضراتكم رقم 6 اه اه خلينا نقرأها من اول 5 قال لا يتم التعرض لأراضي عليها زراعة جادة ومنتجة على ان تبدأ على الفور اجراءات تقنين اوضاحة واستفياء حق الدولة ده كلام مهم جدا اتقال ايه ان ما نروحش ندخل على ارض كده فيها زراعة جادة ومنتجة جادة ومنتجة يعني ناس بتزرع محصول في مساحات مش واحد راح زرع شجرتين يعني لا واحد عنده محصول او ناس عندهم محاصيل في مساحات واسعة دول زراعة جادة ومنتجة ما نروحش الجبهة لهم ارضا ليه لان دول هنتفق معهم على تقنين اوضاحهم ويجي تاني برضو في المادة رقم 6 ويقول او في القرار رقم 6 ازالة التعديات على كل الاراضي التي صدر لها قرارات ازالة ولا توجد عليها زراعة جادة ومنتجة او نشاط اقتصادي منتجة الراجل بيعيد الكلام تاني لان في الاعادة افادة عشان بس يبقى الكلام واضح ويقوم جاي تاني في المادة دي رقم 6 دي رقم 5 و6 ويقوم جاي تاني في سبع في حالة وجود زراعة منتجة وجادة الراجل تعب اللي كتب القرار ده قالك جادة ومنتجة قرارها في القرار 50 مرة يتم التقدم لطلع تقنين الاراضي على الفور ودراسته في اطار النظام المتبع من لجنة استرداد اراضي الدولة والقوانين واللواقح المنظمة الله هذا القرار بيوضح بشكل تام علشان مش عايزين نشوف المشاهد بتاع اصل المشهد بتاع انك انت تدخل على ارض زراعية مزروعة كده والمحصول منور فيها وجيبها ارضا ده بقمشة قاتل القرار ده اهو على السادة المحافظين ان هما يراعوا هذه الملاحظات زراعة جادة ومنتجة او نشاط اقتصادي منتج دول يا جماعة مثلا مثلا واحد ارض عامل عليها مزروعة فراخ وانا على فكرة لا عندي ارض ولا ليه قريب عندهم ارض ولا زراعة ولا دواجن ولا اي حاجة ما عنديش مصلحة بس بقول ان ربنا عرفه بالعقل والرئيس حينما قصد مسألة التعامل القانوني قصد التعامل القانوني بحكمة وبمعايير بفهم انا اسفة مش بحفظ مش ان حد يقول لي شيل الورق ده فهم لما يكون الورق كده لا لما قال لي شيل الورق اشيل الورق كويس ونظموا وعملوا بشكل كويس يبقى لو في زراعة جادة ومنتجة ونشاط اقتصادي منتج هناخد الناس دول ونروح للجنة الاراضي علشان نقنن الامر ونعملوا بشكل قانوني صحيح اما بقى هنعملوا بطريقة الكافهات هندخل في مشكلة كبيرة وهيرجع الرئيس في مكان تاني وفي مناسبة تانية ويلوم الحكومة ونلاقي المسؤولين في الحكومة قاعدين بيهز راسهم يعني موافقين على كلام امار عملتوا ده ليه عملتوا ده ليه